ومعنا اليوم حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وليقذفن الله في قلوبكم الوهن هذا هو موضع الشاهد من الحديث فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وكذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الدلائل ما هو شرح الحديث يوشك إذن هو أمر قريب يوشكوا والنبي عليه الصلاة والسلام من محبته لأمته وشفقة عليهم يحذرهم من المخاطر المحدقة بهم في هذا الحديث بيّن لهم خطرا عظيما قريبا قال يوشكوا الأمم فاعل مرفوع يوشكوا الأمم أن تداعى عليكم تداعى عليكم يعني يدعوا بعضهم بعضا لمقاتلتكم ويتفقوا بعضهم مع بعض لحربكم يوشكوا أن تداعى هذا اتفاق أمم وليست فقط بلدات جيوش متفرقة لا قال أمم يعني أمة اليهود أمة النصارى أمة المجوس أمة الهندوس يوشكوا الأمم موفق الدول أكثر من دول يوشك الأمم والعجيب أن هذه اللفظة لفظة الأمم هي موجودة اليوم في هذه الأمم المتحدة لقتال المسلمين يعني ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه بالإسم بالنص الآن حاصل تماما وبالإسم يوشك الأمم يوشك الأمم أن تداعى عليكم لكسر شوكتكم وسل بما ملكتموه من الديار والأموال كما قال الشيخ ملّة علي القاري في مرقات المفاتيح في شرح الحديث إذاً تداعى عليكم في بلدانكم وتريد أن تأخذ منكم الأرض والديار والأموال تداعى عليكم تداعى عليكم وقال في عون المعبود التداعي الاجتماع ودعاء البعض بعضاً ويجتمع بعضهم مع بعض لأجل ذلك ويتفقون تداعى عليكم يوجد هناك استدعاءات طلبات حثوا بعضهم لبعض والمراد بالأمم يقول الشارح رحمه الله فرق الكفر والضلالة وكما قلنا أمم هذه الأديان أمم الكفر كما تداعى الأكلة الكاف للتشبيه كما تداعى الأكلة الكاف للتشبيه كما تتداعى الأكلة بفتحتين أكى الأكلة وفي رواية أيضاً الأكلة بالمد والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضاً كيف إذا صارت المناسبة الوليمة الدعوة المأدبة كيف يدعو بعضهم بعضاً هلما تعالوا أقبلوا الطعام الطعام معناها نحن لهؤلاء الكفرة كالأكلة كالوجبة فيها اشتهاء وطمع يأتونها عن رغبة وطمع لأنه قال كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فشبهنا بالقصعة التي يجتمعون عليها ويحيطون بها وهذا يهبش من هنا وهذا يهبش من هنا هذا يأخذ من هنا وهذا يقتطع من هناك نحن كالقصعة نهبش ونؤكل وهؤلاء الأكلة يجتمعون ويتنادون فيأكلونها بلا منازع ولا ممانع يعني القصعة الذين يأتون لأكل القصعة ويتنادون ويجتمعون يأكلونها بدون منازع لقم سائغة سهلة قال الشارح رحمه الله كذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم أو ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم مرقات المفاتيح قوله في الحديث فقال قائل يعني من الصحابة الحاضرين لتلك المقولة لذلك الحديث والمقالة ومن قلة نحن يومئذ يعني هذا التداعي لأجل قلتنا يعني اجتمعوا علينا وطمعوا فينا ويأخذوننا مثل ما يتناول مثل ما تتناول الأكل الطعام من القصعة بلا منازع ولا ممانع هذا نتيجة قلة عددنا هل هو لأن عددنا قليل قال مجيبا على سؤال السائل بل أنتم يومئذ كثير يعني عددكم ليس قليلا بل هو كثير ولكنها كثرة لا تغني شيئا فسره فسره قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما هو الغثاء لأن وصفنا بذلك أننا سنكون في ذلك الزمن في ذلك الوقت سنكون كثير ولكننا كالغثاء الغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ من اجتماع أعواد ورغوة ولكنكم غثاء كغثاء السيل الغثاء هذا من طبيعته أنه خفيف جدا لا وزن له وأنه يتبدد ويتفرق بسرعة وأنه رغوة تعلو وسرعان ما تذهب فهي على السطح ظاهرة لكن لا نفع منها ولا بقاء لها ولا اجتماع لها لأن تتبدد تتفرق بسرعة قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل شبههم بذلك لقلة شجاعتهم ودنو ودنو قدرهم وخفة أحلامهم يعني عقولهم والخلاصة ولكنكم تكونون متفرقين ضعيفي الحال خفيفي البال مشتتي الآمال ثم ثم ذكر سبب هذه الغثائية فقال وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِكُمْ وَلَيْنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ المهابة منكم أي يخرج الله الخوف والرعب من صدور أعدائنا ما هذا الرعب المفترض أن الأمة هذه أمة مهابة ألم يقل نصرت بالرعب ولأمته نصيب من ذلك وأنهم منصورون بالرعب وأن أعداءهم يهابونهم ويخافونهم وأن الرعب من أمة محمد عليه الصلاة والسلام موجود في قلوب الأعداء لكن ستحدث عملية مزدوجة من جهتنا غثاء ومن جهتهم جرأة وما يهابوننا ولا يخافوننا هو يصف وصفاً دقيقاً قال وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ المهابة منكم من جهتكم وطرفكم لا يهابون مرقات المفاتيح وقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أُعطيت خمساً لم يُعطهن أحد قبله نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ الحديث قال القاري رحمه الله أوقع الله في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الخوف منه فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ هذه مسافة طويلة مسيرة شهر أكثر من ألف كيلو فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ هَابُوا وَفَزِعُوا مِنْهُ مع أنه لن يصلهم إلا بعد شهر الحديث كان في وقت التنقل على الجمال والدواب مسيرة شهر لن يصلهم إلا بعد شهر ومع ذلك سيبقون خائفين مرعوبين منه من مسافة من مسيرة شهر وهو بعيد عنهم مسيرة الشهر مسافة بعيدة ليس أعداؤه القريبين منه ليس المقصود بالأعداء القريبين جداً لا على مسافة على مسيرة شهر كل الأعداء في هذه الدائرة التي نصف قطرها التي نصف قطرها مسيرة شهر كلهم مرعوبين خائفين منه وقال الحافظ بن حجر رحمه الله وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر لو ما معه جيش قال وهل هي حاصلة لأمته من بعده يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل الرعب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم باقٍ في نفوس أعدائها منها مرعوبين منها قال الحافظ بن حجر فيه احتمال يعني أن الخير في الأمة وهذه أمة عليه الصلاة والسلام الإضافة إضافة إليه أمته وآثاره فيهم باقيا من بعده فإذا لهم نصيب من هذه الميزة وأن الرعب منهم حاصل وأن الأعداء يخافونه وقوله ولينزي عنه الله من قلوب عدوكم المهابة منكم يؤيد ربما يشير إلى هذا أنه فيه في قلوب الأعداء رعب منه أصلا لكن في ذلك الوقت الذي يشير إليه عليه الصلاة والسلام ستنزع هذه المهابة ويزول هذا الرعب وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي قوله وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِي يقول عليه الصلاة والسلام وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِي يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيَّ يعني الرُّعْبُ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِ أَعْدَائِي يعني يطيفه الله عز وجل قال محققون مسند عن الحديث إنه حسن ففي زمان قوة الإيمان وإقبال الأمة على الشريعة وحكمها بالشريعة وتمسكها بالشريعة وعدم وعدم تعلقها بالدنيا وإنهماكها بالدنيا فإن الرُّعْب منها موجود في قلوب عدوها أما في زمن الوهن وضعف الإيمان فقال وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ أَلْمَهَابَةَ مِنْكُمْ إذن متى ستزول المهابة إذا اشتغلت الأمة بالدنيا وعكفت الأمة على الدنيا والتهت بالأموال وانهمكت في الزرع والتجارة والصناعة والألعاب والملاهي والملذات والشهوات هنا ستحدث هذه العملية المزدوجة غثائية في الأمة ما لهم وزن ولا قيمة والعدو سيتجرأ عليهم ويجتمع عليهم ولن يكون في قلوب الأعداء رعب ولا خوف من هذه الأمة هذا هذا يبين هذا يبين ارتباط التعلق بالله وعدم الانهماك بالدنيا ارتباطه بالوزن والقيمة والخوف والهيبة خوف العدو من الأمة وهيبة الأمة في صدور أعدائها لما تكون لما تكون مشتغل بشريعة الله قائم بأمره آمر بالمعروف ناهي عن المنكر محقق للعبادات قائم بالأحكام عامل بأمور الدين مشتغل به يأخذون من الدنيا ما يقويهم على عدوهم وما يقيتهم وما يحتاجونه في الكسب لهم ولأهليهم لكن ما هو شغلهم الأساس ما هو عملهم الأكثر إعزاز الدين والقيام بالدين أما إذا صار تخلي عن الدين خلاص طيب من علامات هذه المرحلة قال وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَةِ أو عن هذا موضع الشاهد بالحديث يعني الآن علاقة الحديث بالعنوان الأربعون في إصلاح القلوب نحن نتكلم عن كل ما يصلح القلب وكل ما يفسد القلب كيف يعالج وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَةِ قال القائل رحمه الله في تعريف الوهن أي الضعف وكأنه أراد بالوهن ما يوجب الوهن ما يؤدي إليه ما يسببه ولذلك فسّره بحب الدنيا وكراهية الموت هذان أمران هذا الشرح في مرقات المفاتيح وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله هذا من أئمة اللغة في كتابه المشهور العظيم الإبداعي كتاب العين قال الوهن الضعف في العمل وفي الأشياء وكذلك في العظم ونحوه وهن العظم مني العظم رقة ضعفة قال وقد وهن العظم يهن وهنا وأوهنه يوهنه ورجل واهن في الأمر والعمل وموهون في العظم والبدن إذن واهن في عمله موهون في بدنه فالوهن يدخل الأبدان ويدخل الأعمال يعني في إدارته واهن في زراعته في صناعته واهن هذا الوهن طبعا قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاملات هذا الوهن قد يكون في أعمال الدين وقد يكون في أعمال الدنيا والآن الأمة يعني مخترقة في هذا وهذا يعني الآن إذا قلت هم في أمور الدين واهنون الصلاة يعني مثل ما نرى يعني هذه صلاة الفجر كم يجي فيها الانتظام في الصلاة الخشوع في الصلاة لو بس أخذنا فقط الصلاة حتى نعرف مقدار الوهن الذي فينا يعني ضعفنا في الصلاة في أشياء كثيرة يمكن في نقص في الطهارة ونقص في الحفاظ على الأوقات ونقص في الخشوع ونقص في أدائها جماعة ونقص في إتيان المساجد ونقص في الطمأنينة ونقص في أشياء كثيرة هذا فقط الصلاة فيه وهن في الزكاة طبعا كثير من زكوات المسلمين لا تخرج أصلا فيه وهن في الذكر ووهن في الدعاء ووهن في حق القرآن علينا ووهن في العبادات واضح جدا الوهن في المعاملات يعني تعال انظر إليهم مثلا في الوظائف في الدوام في القيام بالأعمال في الإتقان في العمل في الانتظام في العمل في التبكير في الوقت في الدخول والخروج في الأمانة ووهن شديد أيضا والأخذ بأسباب القوة طبعا فيه وهن واضح فيه وهن في الاجتماع فيه تفرق حقيقي تفرق قلوب تفرق أبدان المسلمون في تفرق وفي الأخذ بأسباب القوة فيه وهن يعني ما هو السلاحهم وهن اجتماعهم وهن طيب قال أبو منصور الأزهر رحمه الله في تهذيب اللغة الوهنانة من النساء الكسل الكسل عن العمل تنعما وهذا معنى مهم في الموضوع أن الترف إذا دخل أن التنعم إذا دخل بين المسلمين أوهن العزائم أوهن الأعمال أوهن الإتقان أوهن القوة خلاص ما يبغوا يشتغلوا لا يريدون العمل حتى في أمورهم الدنيوية الإنتاج الإتقان واضح فيه الضعف المواصفات الإنتاجية طيب الواهنة قال داء يصيب الإنسان في أخدعيه عند الكبر جمهرة اللغة فإذا الوهن لفظ يدل على الضعف والمرض فإذا اجتمع التنعم وحب الدنيا والضعف عن العمل والكسل والخور وكراهية الموت والاشتغال بالملذات والشهوات واضح عند ذلك لماذا ستنزع المهابة من صدور الأعداء ستنزع المهابة لنا يعني الهيبة الخوف مننا سينزع الرعب سينزع من صدورهم ولماذا سيحل علينا هذا التدعي قوله وَلَيَقْذِفَنَّ وَلَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنِ تَأَمَّلْ الْفَرْقُ تَأَمَّلْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَذْفَيْنِ هل هناك قذفان في الحديث وين الأخ قال أن الحديث فيه نزع الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الأعداء منا وبدل منه وبالإضافة إلى ذلك قذف للوهن في قلوبنا نحن ففي رعب مقذوف في قلوبهم سينزع وفي وهن سيقذف في قلوبنا نحن فتأمل الفرق بين القذفين وكيف أن الله تعالى كان ينصر أهل الإسلام بقذف الرعب في قلوب أعداء من مسيرة شهر هذا الكلام الذكر هو الأخ هنا هذا الإشارة القذف الأول لما كنا على منهاج النبوة قذف الله في قلوب أعدائنا الرعب منه لما تبتعد الأمة عن هذا يقذف الله في قلوبها الوهنة وتنزع المهابة من صدور الأعداء تنزع مهابتنا من صدور الأعداء قال قائل يا رسول الله وما الوهن ما سببه القائل يعرف القائل العربي الصحابة الحاضر العربي يعرف معنى الوهن الوهن ما هي كلمة خفية المعنى لكن يريد أن يعرف من أين يأتي هذا سببه ما موجبه قال الطيب رحمه الله عن سؤال هذا الصحابي قال هذا سؤال عن نوع الوهن ليس عن معناها اللفظ معروف سؤاله عن نوع الوهن أو كأنه قال من أي وجه يكون ذلك الوهن فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا حب الدنيا وكراهية الموت قال القاري وهما متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنيا في الدين يتنازلون ينسحبون يضعفون ينهزمون يعطون الدنيا في الدين إلى العدو المبين ونسأل الله العافية يقول فقد ابتلين بذلك طبعاً هو يقول عن عصره الشارح الآن شارح الحديث يقول عن عصره فكيف لو رأى عصرنا يقول الشارح ونسأل الله العافية فقد ابتلينا بذلك فكأنما نحن المعنيون بما ذكر هنالك هذا في مرقات المفاتيح يقول فكأنما نحن المعنيون طيب حب الدنيا وكراهية الموت هذه أصلاً أصلاً من صفات اليهود قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ما قال حب الدنيا وكراهية الموت قال على اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يعني أيضاً يحرصون بعد اليهود في الحرص على الحياة يأتي المشركون لأن الله قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا طبعاً هذه فيها بشارة أن المشركين أن المشركين واليوم يقاتلون المسلمين طبعاً الباطنية من المشركين أنهم أيضاً إذا صار فيهم هذا فإن أمرهم إلى زوار ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وقال الله عز وجل في بيان حال اليهود في موقفهم من الحياة أو في حبهم وتعلقهم بالحياة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إذا كنتم تقولون أنكم أولياء لله وأنكم أحباء الله وأنه سيعطيكم الجنة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً فتمنوا الموت حتى تدخل الجنة لماذا تخافون من الموت الموت إذا كنتم أحباب الله فإنه سيكرمكم تخافين من إيش لكن الحقيقة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هم يعرفون بعد الموت ماذا ينتظرهم قال الحافظ برجب رحمه الله معلقاً دل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنوه طبعاً إذا نزل هم محبين له هم محبون له لماذا لأن الملائكة تبشرهم فالموت إذا نزل بالمؤمن فهو مستبشر لأنه قادم على نعيم غير الموت إذا نزل بالفاجر والكافر واليهودي والمشرك قال ابن رجب رحمه الله دل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه ثم أخبر يعني إذا نزل هم يحبونه ودل على أنه يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها كما قال بعض السلف ما يكره الموت إلا مريب واحد وضعه سيء ولذاك يكره الموت لأنه يعلم سيقدم على إيش فواحش وآثام وتضيع واجبات وتضيع الواجبات أشد من من اتيان المحرمات يعني ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام أشد من شرب الخمر والزنا والربا والفواحش كما أن جنس فعل الواجبات أعلى في الشرع من جنس ترك المحرمات والكل مطلوب كلاهما واجب وفي حديث عمار بن ياسر عن نبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة قال ابن رجب فالشوق إلى لقاء الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء مضرة في الدنيا أو فتنة مضلة في الدين لطائف المعارف إذن حب الدنيا وكراهية الموت هذا المذكور في الحديث الذي سيصيب الأمة أصلا من صفات اليهود ليس من صفاتها أصلا كأمة خير أمة أخرجت للناس لكن إذا ركنوا إلى الدنيا واشتغلوا بالملذات حصل حب الدنيا وكراهية الموت من شدة التعلق بالدنيا يكون نتيجة هذا الوهن الذي يقذف في قلوب هذه الأمة إذا فعلت ذلك في زمن ضعفها واستكانتها فتتسلط عليها الأمم الأخرى وتكون الأمة هنا مشاركة لليهود في صفاتهم البغيضة والسيئة فلما تتبعهم وتتشبه بهم فيها سيحصل وسيقع بها المكره النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى مرحلة زمنية ستقع فيها معاملتان قلبيتان نزع المهابة من هذه الأمة من قلوب العدو الثاني قذف الوهن في قلوبها وهذا يدل على أن من أعظم الآفات التي تصيب الأمة من أمراض القلوب حب الدنيا مرض عضال مستحكم قال عليه الصلاة والسلام لا يزال قلب الكبير شابا على اثنتين لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل حب الدنيا وطول الأمل لسه العمر أمامك أنت شباب عمرس أمامك وما يدري وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن المذكور في حب الدنيا وكراهة الموت هذا مذموم كما قال الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرونه الآخرة وقال تعالى عن أنبيائه الكرام ورسله إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّار ما معناها إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّار قال مالك بن دينار رحمه الله نزع الله تعالى من قلوبهم يعني الأنبياء هؤلاء حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها إذن معنى قوله إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّار يعني جعلنا قلوبهم خالصة للآخرة والإقبال على الآخرة ومحبة وعد الله في الآخرة وليست متعلقة بالدنيا ولا محبة للدنيا ولا منهمك بها وقال جند بن عبد الله البجري رضي الله عنه حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال الحسن رحمه الله من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه وقال عون بن عبد الله الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان بقدر ما ترجح إحداهما تخف الأخرى وقال وهب بن منبه رحمه الله إنما الدنيا والآخرة كرجل لهم رأتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى يعني ما يمكن ترضي الدنيا وترضي الآخرة يا هذه يا هذه ولذلك قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسه ما قال ابتغي الدنيا وابتغي الآخرة لا في أمر الآخرة نجد الإسرع وسارعوا إلى مغة وسابقوا وفي ذلك فليتنافس وفي الدنيا قال فامشوا في مناكبها هذه قال سارعوا سابقوا وهذه قال امشوا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة هذا الأصل هذا الهدف هذا الأساس هذا الأكثر هذا الهم الهدف ولا تنسى نصيبك من الدنيا لأنه لابد من كيف تعيش وأهلك كيف يعيشون لكن ليست هي الأساس المشكلة الآن العكس العمل الأصلي للدنيا والأكثر للدنيا وقت النشاط وصفاء الذهن للدنيا نقوم من النوم نشيطين لأجل الدنيا ونرجع متعذين في آخر اليوم والصلاة خمس دقائق مشي حالك نبغى نخرص فرض ونسقطه وهذه هي المشكلة وعن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا وبما مع أن هذا هذا في زمن التابعين أذو طلاب بن مسعود بن مسعود من كبار الصحابة تكلم الآن أنت على كبار التابعين قالوا وبما قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة فهو أثنى على التابعين الخير اللي فيهم أثنى عليه قال ترى أنتم عندكم صلاة كثيرة وصيام كثير لكن ترى الصحابة يتفوقون عليكم بماذا قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة التطلع إلى الآخرة يعني حتى لما قال الشعر بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهر فوق ذلك وين الجنة قالوا حصنا أمجاذا في الدنيا عمر بن عبد العيز لما قال يعني تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها وتاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها تارت هو الآخرة الاهتمام الأساس الأولوية الأولوية يا إخواني الأولوية للآخرة نحن عندنا بلا شك الأولوية للدنيا كم ساعة نقضي في أعمال الدنيا وكم ساعة نقضي في أعمال الآخرة احسبها كم ساعة تقضي في الملذات والشهوات والأجهزة والألعاب والأكلات والسفريات والسياحات يعني كم والأعمال والتجارات وجمع الأموال والاستثمارات كم وفي المقابل كم تعطي للآخرة يعني في صلاتها وصيامها وذكرها ودعائها وتلاوتها وتدبرها وتفكرها والأعمال الصدق لها وصدق لها كم كم من أموالنا يستثمر في ملذاتنا وكم من أموالنا يستثمر في آخرتنا كم النسبة كم فهنا يتبين الأمر حديث بن مسعود السابق صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم وافقه الذهبي طيب إذن هذا موضوع الوهن والقلب الذي يتعرض يعني الآفة العظيمة التي ستنتج عن محبة الدنيا وكراهية الموت والوهن الذي سيقذف في القلب نتيجة لذلك ينبغي لمن خاطب أفراد الأمة أن لا يتسبب في سريان اليأس إلى نفوسهم بمعنى لو جاء واحد قال يا جماعة ترى الحديث هذا السابق تداعى عليكم الأمم ترى يعني هذا علينا واضح ومنطبق وحنى خرص شوف حسب التكملة إذا قال فينبغي علينا أن نعود إلى الله وأن نعود إلى الاشتغال بالآخرة وأن لا نتعلق بالدنيا أعطوا الآخرة أوقاتكم أعطوا الدين اهتمامكم اجعلوا الأولوية للعمل بالشريعة والإسلام حتى تستعيد المجد وتستعيد القوة ويرجع الرعب في قلوب الأعداء لا يا أيها الناس يا أيها المسلمون لولا بقيت خير في الأمة كان اكتسحت عن بكرة أبيها راحت لكن ترى باقي في خير في الأمة وباقي في ناس يبتغون الله والدار الآخرة وباقي ناس تحب العلم والدين والعبادة وتتقرب إلى الله باقي في الأمة شيوخ ركع باقي في الأمة والحمد لله أهل العلم ودعوة وفي ناس طائفة منصورة قائمة بأمر الله وفي ناس يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله وفي ناس قائمين بالحجة والبيان يناظرون على الحق وفي إقبال وفي حفظة قرآن وإلا والله كان الآن ما خرص ما بقي الإسلام شيء لكن ترى علينا تسلط من الأمم بقدر ما عندنا من حب الدنيا وكراهة الموت والوهن والوهن اللي يريفين بالمقدار من ذلك ولا يعني ذلك ولا يعني ذلك أنه ترى خراص ما في أمل رحنا فيها تهينا خراص ترى الأمم الأخرى خراص تداعت علينا نحن مغلوبين نحن مهزومين نحن خراص هذا خطير ولذلك لما يساق مثل حديث تتداع عليكم الأمم لابد أن يساق في مساق التحذير لا في مساق الاستسلام ولا يقال ترى خراص حين المذكورين في الحديث انتهينا ما فيه وإيش هل هكذا يعني تعرض النصوص يعني النبي عليه الصلاة والسلام ساقه للتحذير ولا للتيئيس ها خراص أقصد هذا هذه فائدة مهمة في عرض مثل هذه الأحاديث أن يقال يا أيها الناس ترى هذا للتحذير انتبوه وإذا فينا الآن نسبة كبيرة ما نكمل الباقي إذا فينا الآن بلاء وفينا يعني من هذا الوهن ما نكمل الباقي ويجب أن نقاوم وأن نعود وأن نتوب وأن نرجع وترى فيه بشائر خير ولو رجعنا ستزداد وتكثر وتعظم هذا مهم جدا عند عرض مثل الحديث السابق وإلا خراص سينقلب العرض إلى عرض تيئيسي ويعني تخذيلي خراص إذن هو هو لما بيّن لنا هذا والوهن والأعداء أراد أن نحذر ثم شوف سبحان الله الأمة هذه ما تموت يعني لو تاريخيا يعني ما اكتسحت تتار بغداد وخرص قتلوا مليونين وقامت دولة إسلام في الأندلس عظيمة وراح فتوحات في أوروبا ولما انهارت دورة الإسلام في الأندلس واستولى عليها النصارى قامت دولة بني عثمان في القسطنطين من الطرف الآخر وفتوحات في أوروبا من الجهة الأخرى إذن يعني لن يعني مسألة أن الأمة أنها يعني خراص تودع منها لا لكن تمر فيها مراحل قوة ومراحل ضعف ومراحل الضعف التي تمر بها تكون غالبا تكون إيش مهيئة لمرحلة القوة التالية لأن الحركة في الأمة غالبا حركة موجية نزول بعين طلور نزول بعين واكبة واوحة أنت اعتبرها وفكر فيها اعتبرها وفكر فيها أولا كانت خلافة على منهاج النبوة خرص فتوحات وخير وورا خير وقوة وهيبة ورعب لأعداء ثم دخلت الفتوحات جلبت أموالا الناس اشتغلوا بالأموال صار فيه ترف صار فيه دعا كهسل فتور فاخترقت الأمة وضربت ضربات موجعة جدا في القرن الرابع الباطنية في قرن الرابع عملوا في الأمة عمايل مهولة البويهيون وما يسمى بالفاطميين وما يسمى تقريبا يعني أكثر بلاد المسلمين راحت عندهم قطع استعادت الأمة بعد ذلك رجعت الأمة وانتصرت وقامت وقام فيها من جهد هؤلاء الباطنية مثل نور الدين وصلاح الدين وتمت تصفية الدول الباطنية وهذه الكيانات الباطنية تم القضاء عليها وكان نصرا عظيما لأهل الإسلام وفرجا عظيما ورحمة وجاء الصليبيون واكتسحوا واستولوا على السواحل الشامية وعملوا المذابح وقام المسلمون بعدها وانتصروا عليهم جاء التتر منهم قام المسلمون بعد ذلك وانتصروا عليهم يعني ما حصل أنه خلص صارت انتكاسة عظيمة وكملت طول الوقت ما الأمة ما سويت ولا شيء ما حصل كل المذابح اللي كانت تحدث الأمة والهزائم كانت تؤدي إلى إيقاظ الهمة للإنبعاث للرد وإعادة استلام زمام المبادرة هذا مواضح من تاريخ الأمة فالحمد لله ما يعني إن الله وصلنا إلى مرحلة يعني يأس كامل والانهيار ما حصل الأمة بعدها القيام لا ولا تزال شوف إلى الآن ترى الإقبال على الخير عظيماً كما سبق ذكرنا سواء في حفظ القرآن حفظ السنة الدورات الشرعية طلب العلم الكتب القنوات الإسلامية مواقع الإسلامية الاهتمام بالاستفتاءات ومعرفة الحلال والحرم قضية التدين مظاهر التدين صلاة التراوين امتلاء المساجد صلاة العيد في الشوارع الإقبال على الذبح الإسلامي البنوك مصالف الإسلامية الإقبال يعني وانت ترى فيه يعني فيه في مشارق الأرض ومغاربها فيه عودة لكن هناك شيء غالب وهناك شيء الأقل يعني الغالب والأقل الغالب الآن علينا أن نحن الغالب في هزيمة والأعداء مسيطرون ونحن في الأكثر الأمة ليست متمسكة بالدين بس موهما أحد متمسك ولا ما فيه متمسك لا ولا كان الوضع أسوأ بكثير فالآن ما هو المقصود ما هو يعني الخلاصة الآن الدعوة إلى استرداد أسباب القوة الدعوة إلى استرداد أسباب القوة العودة إلى الله وأن نعالج هذا الذي حذرنا منه وحذرنا من حب الدنيا وكراهية الموت يعني في سبيل الله حذرنا من الوهن خرص إذن لابد أن نعالج الأمور لازم نستدرك لابد نقوم نسعى في التغيير لابد ننشط في الدعوة إلى الله في الأم معروف نيع المنكر تعلم العلم تعليم الناس الصبر في ذلك في سبيل ذلك تبليغ الدين هذا لا بد ننشط في ذلك تناصح فيما بين المسلمين فإذن المقصود يا إخوان إذن ونحن نتكلم في موضوع عمال القلوب الواجب الآن عمارة القلوب بالإيمان وعلاج من الوهن وعلاج آفات القلوب لما نقول الوهن الحقد الرياء لما نقول من الآفات الحاصلة في القلوب التعلق بالدنيا هذا يعني أننا نحتاج إلى علاج هذا الأمر وهذه فائدة مثل هذه المجالس هذا فائدة الكلام في الموضوع وهو التحذير والمطالبة بالعودة وتصحيح الأوضاع لأن هذه القلوب القلوب إذا صحت خراص قام قام أصحابها فصارت لهم العزة في الأرض والسيادة